صباح الورد صباح الهنى صباح السرور صباح كل حاجة حلوة على اجمل واحلى متابعين عندي في القناة هنكمل روتينيات العيد طبعا احنا عبدأنا مع بعض تنظيفات العيد واحنا مستمرين في سلسلة تنظيفات العيد فلازم نكمل جينا اصعب حاجة في الشقة ايه ومفيلو انا جاياكي بالمطبخ بصراحة اصعب حاجة في الشقة كله لما انت تبتدي تنطف تنظيفات العيد هو المطبخ لاني بيبقى مليان دهون ويبقى طبعا متكركب كتير واحنا بننظف تنظيفها عميقة هنا بوريكي كمية الدهون العالحطان بامانة تاني الحاجات الصفرة دي دهون دلوقت انا بوريكي قبل وبعد يعني انا هوريكي قبل ما نظف شايفين بوتجاز متبهدل الحض متبهدل طبعا كنت مجهزة الغدي كنت عاملة سمك فالمطبخ متبهدل طبعا والزبالي طبعا كل حاجة متبهدل معايا هنا انا طلعت الوحدة بتاعت المطبخ الجزء المنتهى طلعته في الصالة طب ليه يومو فيله على اساس ان هو يوسع لي خالص ونطلعوله برا وبعد ما نظف وخلص لاني هطلع الديب فريزر وهطلع التلاجة دلوقتي عشان احس بالوسع وابتدي ان انا انظف طبعا زي ما انتوا شايفين المطبخ متبهدل بالفعل حتة التلاجات عندي التلاجة والديب فريزر برضو متبهدلين وبقولك هنا الحاجات اللي تفوقت ديب فريزر دي دلوقتي هنغير المنظر خالص طبعا عاوزين نعمل شوية اختلافات في المطبخ وشوية تغيرات على اساس نحس بالنظافة شايفين الحطة متبهدلة بالفعل الجزء ده لان الوحدة بتاعت المطبخ في الحتة دي فانا طبعا بعمل كل حاجة على المطبخ فمتبهدل هنا معايا الخزين بتاعي طبعا برضو هغير المكان وهشيل الكفاصة دي وكله ده هنبدأ كده مع بعضينا يلا كله همي ونشاط ونبدأ عاوزي نفسك لما تبدأي ان انت تغسل المواعين الموجودة عندك الاول طبعا انا مش هغسل كمية مواعين كبيرة انا كل اللي هغسله اللي هي المواعين اللي في المطبخية عندي لاني طبعا من ساعة ان انا اشتريت المطبخ من ساعتها وانا عندي المواعين جوه المطبخ فطبعا المواعين عندي نظيفة فبالشكل ده انا مش هطلع المواعين اللي جوه المطبخ واخسله يبقى انا هغسل الحاجات اللي انا حطها في المطبخية اللي انا بستخدمها يوميا كوب بياتش للفطار على شوية باقة بس أنا مش مخلي مواعين خالص من برا فبالشكل دي مواعين نظيفة مواعين حلوة هنا بنظف طبعا معاكم بشوية البريل مع سلكة المواعين بس بش هعمل حاجة أكتر من كده بس إحنا هنستخدم مع بعضينا اللي هو مزيل الدهون طبعا المتوفر عندك استخدميه طبعا فيه تاتشو فيه عندك باور اللي متوفر عندك فيه سترس برضو أنا بس كل اللي استخدمته وجبت جزازتين من الباور بصراحة استخدمت جزازتين ونص من باور في المطبخ لأن الحيطان عندي كانت من بادلي والشبابيك بتاعة المطبخ طبعا عندي شباكين في المطبخ إن المطبخ واسع يا جماعي فيه شباكية فالشباكية دولة بصراحة مليانين دهون بش قدرة أقول لك لأن أنا أوقات كتير لما بكون بجهز أكل بش بفتح الشفاط على فكرة لأنت لازم لما تكون في الشقة بتاعتك وكون في المطبخ لما بكون بجهز أكل حاول على قد ما تقدر الشفاط يبجوالي على طول على أساس أنه يمتص الدون منك ويرمي لبرة بصراحة أنا فيه أوقات كتير بكسل أنا أشغله فطبعا الشبابيك عندي مبهدل كله ده هخصله معكم دلوقتي طبعا مين ساعدك يا أمو فيله ساعدوني ولادي بصراحة مسكت فيلمون وبوبوس النهار دي وقلت لهم يلا على المطبخ نوضبوه ننظفوه وخلوه زي العزل بصراحة ربنا يبركل فيهم يا رب وخلهم لي وحافظ عليهم يا رب ساعدوني وبيجوا يعملوا معاي وبصراحة عملوا معاي جزء كبير بس أنا بجيت أسهل عليهم أني أنا بجيت أرش على الدهون أرش عليه من مزيل الدهون لما أنا بجيت أرش من مزيل الدهون دي فبيجي هما لما يجي يدعكوا كده بالسلكة والليبريل بيجي الدهون كلها تنزل على طول فكده هما ما حسوش بالتعب فأنا طبعا خليتهم تعاونوا معاي وساعدوني وعلى كد ما يعرف العيل خليه يعمل معاك ما تقوليش ده أنا أولادي أنا دول أولاد مش بنات عشان كده ما يستخدموش ما يعملوش معاك ومنظفوش معاك يا أمو فيله لا طبعا الولد زي البنت عودي أولادك دي اسميها محبي لما أنت تخلي ابنك يعمل معاك الحاجة في البيت ده حب زيادة وتعلمي الاحترام وتعلمي الأدب والأخلاق يساعدك في كل حاجة في بيتك ده بش ضعف ده ديتش شجاعة منه وكمان بعبرلك عن حبه وجيمة حبه ليك بأمانة تاني أنا لما أولادي بيعملوا معاي أي حاجة ببقى كده مفصوطة وابقى سعيدي لأخل فأنت لما تكوني بتعمل الحاجة لوحدك طبعا هما حسسوني كده باليوم إنه هو حالو بجينا كده نتحك مع بعضينا وننظف كل اللي يعرف يعمل حاجة فيني ابتدنا إنه احنا نعمل للغاية ما خلصنا المطبخ وبأمانة تاني كامل الفيديو للآخر لأنها تشوف النتيجة وشوية التغييرات اللي أنا عملته في الآخر فرجوا 180 درجة في المطبخ بأمانة تاني المطبخ بعد ما نظفته وبعد ما خلته زي العسل فعلا فعلا كده عملت شوية تغييرات بصراحة خلوا المطبخ منظره زي العسل فأنا عايزاك تكمل الفيديو الآخر لأن التغييرات اللي أنا هعمله هوريهالك في آخر الفيديو طبعا لازم بعد ما تخلصي تنظيف ليلة ما تغيري في الفيديو هنا بقى غسلت المواعين كلهم كان ابني فيلمون كان مسك البتجاز بصراحة ودعك وشايفين خلا زي العسل بس أنا طبعا هعيد من وراه لأن أنا كنت رشاله علي من بوار طبعا لما رشيت عليه من بوار الدون كلها ازهلت وحديها ونزلت فهو طبعا دعك ونظفه بس أنا هعيد عليك كده بسيط حاجة بسيطة طبعا لو فيه زوية كده الحاجات في الزاوية دي مع رشي نظفها شايفين اللزقة اللي على البتجاز بأمانة اللزقة دي كان أول مرة يطلع اللزقة دي فأنا اشتريته طلعت من اللزقة اللي هو الأصلي من ساعتها اللون بتاحها ولا بهت ولا تقشرت ولا أي حاجة بأمانة تاني فوق السبع سنين اللزقة دي وأنا مغيرتهاش لو انتوا تلاحظوا الأيام دي لما بتجيبوا اللزقة دي وتحطوها على البتجاز ستقون بتتلقوها بتتقشر وبتبهت والألوان بتاعتها والرسومات بتاعتها بتتمسح بس دي أبدا ولا تمسحت ولا حصلينها أي حاجة من يوم ما أنا جبتها وهي بالمنظر دي هنا بقول لك شايفين شايفت دون هو ادعك ونظف الحتة اللي في البتجاز دي ده دي البتجاز عندي متقشر بصراحة المطبخ هو أصعب حاجة في الشقة كله فتلاقي انتوا كتير منكم بيبقى مكسل ان هو يعمل المطبخ أصلا عشان يعيب بس احنا عشان العيش جا لازم طبعا ننظف التنظيفة العميقة احنا طبعا لما بننظف يعني هتقولولي يوموا فيه احنا مش بننظف لا طبعا كل الستات بتنظف يوميا ده بذات المطبخ دي كل يوم اللي بتجاز بيتدعك وبيتغسل والمواعين بتدعك بس هو طبعا كل يوم انت بتخسل الحطام كل يوم بتروحي فوق التلاجة وبتخسل فوق التلاجة وبتدعكيها وبتنظفهم بتمسح فوق ديب فريزر بتنظف الشفاط بتخسل الشبابيك بتاعت المطبخ لا طبعا الحاجات دي احنا بنعملها كده للاعياد او كل شهرين مرة او كل شهر مرة بصراحة عشان ما وجاش اكدبها عليك يعني هقولك ان انا كل يوم بمسح الشبابيك وبخسلها وبنظفها لا طبعا مستحيل واحدة تعمل كده هنا طبعا دعكنا البتجاز وذين اللي بمعناه خلاص بيقي زي العسل بامانة تاني البتجاز بيقي بيلمع ولا فيه اي دهون ولا فيه اي حاجة تعالوا بقى نروح نعمل حاجة تاني في المطبخ لان بصراحة الفيديو طويل جدا بس على فكرة في اخر الفيديو هتشوفوا نتيجة زي العسل يلا شجعوا فيلمون لان شايفين انا خلعت لهم الشبابيك وبالفعل هم من نظفوا الشبابيك بامانة تاني خلوها زي العسل شايفيني الشبابيك ماسك وكده بس انا رشاله من بور عشان افقى صريحة معاكم انا جلعت الاربع درف طبعا انا حقدتهم الشبابيك هم ودعكوها وغسلوها بصراحة خلوا الشبابيك حلوة ونظيفة هنا بيوريكي ان انا ابتدت ان انا خلاص شلط قلعت الديب فريزر انا مسحت فوق الديب فريزر وغسلته كان عليها كمية دهون بامانة تاني مش جادر اقول لك لان دايما لما تكون التلاجة او الديب فريزر في المطبخ بيتعبدهم وقادي بوبوس بوبوس طبعا برضو بيرش كده البخخة اللي معها بوبوس دي دي بيش مزيل الدهون لا دي انا معبيهاله مية ببريل مخلطهاله على اساس ان هو بيرش كده وطبعا لابس جوانتي في ايده لان خايف على ادية طبعا اننا تتبهدل هم صراحة ساعدوني وعملوا على كد ما يعرفوه بس بامانة تاني الشبابيك انا معدتش عليهم من وراهم ابدا ساعدني على كد ما يعرف ربني خلهولي يا رب هنا هوريكي انا مسحت الحطان ونظفت الجزء اللي جنب الديب فريزر دي شايف الفارجي شايف الحتة دي من الحتة اللي لسه ما نظفتهاش بامانة مليانة دهون وحاجات صفرة وده جزء اللي انا مسحته هنا بوريكي ان انا بالسلكة وبالليبريل بس الاول رشيت عليها من بور لازم باي مزيل دهون عندك ترشي على الدهون لان انت لو بالسلكة الخشنة او بالسلكة اللي هي النعمة بتاع المواعين ستجيني مستحيل الدهون دي هتطلع لو انت الحطان عندك مركبة صراميك بس بوريكي هنا الدهون ملازجي عاملة زي النكة الصفرة كده بس انت لو انت مرشتش المزيل الدهون ستجيني مش هتطلع معاك بس انا بقول لك تجربتي والنتيجة اللي انا شفتها في الاخر بس الصراحة نتيجة عسل انا طبعا بقيت كده وضعكتها ونظفتها فيش حاجة بالساهل بأمانة عبتي تعب شديد جدا فيه حين كنت خلصت خلاص وركبت الشبابيك بأمانة غسلنا الشبابيك لانها زي العسل وشايفين الجزء اللي فيه الصراميك ده جبنا الحطان من السكف لغاية الارض يعني الحيطة من السكف للارض شايفين ابواريكي ما فيش نقطة صفرة كده واده الجزء اللي ورا المطبخ دي وبرضو المطبخ مسحته وهنا الحيطان المطبخ والمحيطة اللي ورا ديب في الريزر والحيطان الورد للتلاجي برضو جبتها من السكف للارض ومسحن التلاجات شايفين بيقوا زي العسل باقي معايا ان انا امسح الارض طبعا الارض هتقول لي يوم فيله هندعكها بالمزيل الدهون ولا حاجة لا ولا بأمانة بأي حاجة طبعا الصراميك لما اني بخضع الحيطان فنزل على الارض طبعا عملك دوب اي دهون برضو على الصراميك هو طبعا معروف الصراميك بينضف بأقلها حاجة يبعا مسحت تحت الديب في الريزر ومسحت تحت التلاجي وروحت مرجعهم بكا عنهم باقيش غير ان انا امسح الارضية على كده وابتدي اني انا ادخل في الحاجة بتاعة المطبخ شايفين النظافة شايفين الفارج بأمانة تاني الفارج بايم والوخدة اللي تحت المطبخ دي كانت عليها كمية دهون بأمانة تاني كانت فضيعة وكانت دباني بهدين للحيطان مش قادرة اقول لي انا نظفت وخلص حبتدي ان انا ارص المواعين بتوعي انا بشحطي مواعين من بره كتير يعني انا حطى في المطبخي شوية الطباغة اللي احنا بنستخدمهم وحطى شيلت المعالق دي وبنروس الكوبيات اللي احنا بنفطر بيها الصبح اما كوبيات الشاي انا دستها في دولة بالمطبخ يعني بالشكل دي حنحافظ على المواعين بتاعتني ان هي ما تتعباش دهون لان بجد لو انت ما حفزتش على المواعين بتاعتك هتلاقيها بهدلت من الدهون بالفعل هنا بقى على الحنفية كده انا بحط الصنيت الشال جبت طقم التوابل دي طقم ده انا جبته على اساس ان انا احط فيه كده علبة للسكر ومعايا العلبة التانية احط فيها الشاي وكمان العلبة التالتة احط فيها الملح يبقى علبة للسكر علبة للشاي علبة للملح انا غيرت طقم التوابل انا عندي طقم التوابل بتاعي لسه فيه شوية سكر وشاي هخلصهم ومش هحطه تام هنا بقى العلب دي انا هشتري يا جماعة التوابل بتاعت العيد هجيب وحدة كصبرة وحدة كمون وحدة شطة او وحدة بابريكي وهجيب طبعا تلفل اسود يعني بصي ورق اللورة يميح كل البهارات انا شفت العلب ان انا برص فيها دي العلب كلها بالشكل دي انا كله هجيب البهارات وحطها وان شاء الله لما هشتري البهارات كده هو الرهالي الشيالة دي انا كنت حطاها جنب دولاب المطبخ بس انا حطتها بين التلاجة وبين الديب فريزر علشان هحط فيه السفندي والبرتوكان علشان ما ينفعش ان انت تحطيه في التلاجة اما الشيالة الحامرة دي انا هحط فيه الخزين بتاعي البيت دي لك هوريكي هرصي ايه جواه هنا بقول لك طغم التوابل انا حطيته فاضي بالشكل دي علشان انا هروح عند العطار وهجيب انواع التوابل كلي طبعا كدبه كده ورقة حلوة وهروح بقى عند العطار وهشتري هنا باجه حدثة الخزين بتاعي عندي طبعا الفول عنده ده السكر اللي انا هخبز به البسكويت احنا خلصنا تنظيفات الشجة هنبتدي نعمل المخبوزات بتاعتني هنا حط الفول وحط العدس وحط كياس الملح اللي عندي وكمان الماكروني وكمان لو عندي كاروز برضو انا بصي الشيالة دي الرفين من فوق دولي بحطهم للبقليات بتحتي والرف اللي من تحت خالص انا مخليها للبطاطس والبصل يعني احنا كده رف كده للبطاطس والبصل ورف كده للسكر والرز السكر ده انا هخبز به المخبوزات بتاعتني وهنا على الرخامة حط العلو بالسمن طبعا لو جزيت عندك اي حاجة حط ايه خلاص خده دخلت كل حاجة بامانة تاني المطبخ اتفرج 180 درجة الحطام بتلمع حتة السكفية انا هلسة هنا الضفطة فين الشفاط يقوموا في له الشفاط بصراحة جاعد الاخر حاجي جيت ادعكه ونطفه بامانة تاني ايدي اتفتحت وتقطعت خالص وصابع دي تقطع الجلد بتاحي بسبب الباور اللي انا كنت رشاء بس انا ما لبستش اي حاجة في ايدي لو انت عايزة تخلي ايدك ما يحصل لاش اي حاجة البس جاو انت في ايدك بصراحة انا ما لبستش اي حاجة لان انا من الستات لما بكون لبس اي حاجة في ايدي ما بعرفش اعمل حاجة طبعا ونزلت دعك كده ونظفت البتجاز والتلاجة والغسالي واده التربو بقولك ده حط فيه السفندي والبرتوكان عشان ما تحطوهش في التلاجة تقوي ساقع انا دلوقت هعمل شوية تغييرات طب ايه التغييرات دي او مفيلو انا هنا بوريك حتة حتي في المطبخ ان هي نطفت وتلمعت وبقيت بتبرق ما فيش حتة الدهون صغيرة كده يعني قطعة صغيرة كده ورا البتجاز ولا اي بكان ما فيش خليت المكان زي العسل واده التربو رصيد كل حاجة عليا وجزء ده وعين شايفين دولاب المطبخ انا رشد عليه من الدهون بامانة بيجي زي العسل واد الحب بيلمع والصراميك بيلمع يعني كده خلينا المطبخ فل الفل والسخان برضو مساحته كان معالية كان الدبان مبهدل للسخان وكان عليها كمية تراب كبيرة جدا برضو غسالت السخان لو كنت انت كسلاني ومش جادرة تجوم تنطف المطبخ عشان الجو سجع او بالفاعل الجو بارد امانة تاني انا ما كنتش قادرة اجوم ولا اعمل اي حاجة بس كده اتشجعت ومساكت ولادي واشجعنا مع بعضينا على كده ما هم عرفوا عملوا معاي وانا برضو يعني بجينا مشجعين بعضينا واشجعت كده وعملت المطبخ بالفعل هو المطبخ النكبير يا جماعي خد معايا واكتب امانة تاني يعني انا بدأت بعض الظهر بعد ما اتغديت جعدت الغيط بالليل بصراحة عشان ما اكدبش عليكم ودي الرخامة هعمل تغيير دلوقتي في الرخامة هنا بقول لكم الرخامة داي انا هعمل لها تغيير وهديها شكل جمالي حط الحيطة اللي ورا الرخامة داي برضو هغيرها دلوقتي طب هتغيريها ازاي اومو فيله انا هوريك دلوقتي ايه التغييرات اللي انا هعمليه كامل الفيديو لاني بالامانة تاني حاجة عساء هنا بقى حقتي القفص دي وحقتي الطرابيزة الصغيرة اللي كانت عندي عشان احط فيها شوية خزين برضو عشان انا دلوبات المطبخ كلي مليانة من مواعين والكوبايات بصراحة مفيش مكان في دلوب المطبخ عشان انا هحط جواه اي حاجة من الحاجات بتاعت الخزين بكده احنا نبقى نضفنا قوضة النوم ونضفنا قوضة الاطفال ونضفنا الصالة ونضفنا المطبخ باجي معنا الحمام هخليه اخر اسبوع بعد مخبز العش البلد ان شاء الله على خير واخبز المخبزات بتاعته ادي التغيير الحلو اللي زي العسل اللي فرج معايا 180 درجة عملت الرخام الكداب ده الرخام الكداب يا جماعة انا جيبتي رول من الرخام الكداب طبعا ده الرخام اللي هو اللزج اللي هو بالرول كده في منكم كتير دلوقتي يقول ليه يقوموا فيه لغلطت الغلطة الصعبة دي لان لما انت بتلزجي اي لزجة على الرخامة لما تيجي بتشليه بصراحة بتطلع عينك مش هتنضف بكاني وبكان اللزجة هسيب اصر شديد لا يستي الكل انا عملت الفكرة دي بطريقة كده عبقرية عملتيه ازاي ومفيله انا طبعا ما لزجتش الرخام دي ما لزجتش اللزج دي انا كل اللي انا عملته هوريك دلوقتي على الورجة جبت فردت الرخامة بالشكل دي وطبعا وروحت جيتك كده 2 سنطي هي بس اللي انا جشرتها داير ميدور يعني هيبق الحتة دي بس اللي انا جشرتها داير ميدور وروحت لزجاها على الرخامة بالشكل دي الجلب بتاع الرخامة كله انا مش لزقها يعني ده كله انا مش هقولك عليه انا مش لزقها بامانة لو انت قشرتي كله وجيتي لزقتي كان كرمش منك وكعمش منك وكان البهدل بس بالشكل دي شايفين طالع جميل ولزق عن رخامة وكمان استفديني ان احنا ما نتلقاش فيه لزق شديد هنا بقى انا خدت قطعة من الرول برضو انا جايب رول كامل اللفة اللي انا جايبها دي خدت قطعة بالشكل دي حطيت الحتة دي فوق الرخامة على طول ادوني رأيكم هي حلوة ولا بيش حلوة بصراحة انا حطيتها علشان لما انا بجي اصور في الحتة دي وبعملكم وصفات واكلات انا بوريك ان انا محطاش غير الحتة دي بس عشان تبقوا ملاحظين وعارفين شايفيني الجزء دي عشان ما ببهدلش معايا كده لما اجي اعمل اي وصفة او اي اكلة لكم لما بجي اصورها لكم على اساس كده لما اجي اصور معاكم يبقى المنظر حلو والشكل حلو ايه رأيكم في المنظر لو كانت حلوة وعجبتكم اكتبوا لي في الكومونتات اللي كانت وحشي برضو ادوني رأيكم ولكنتوا عاوزيني اغير حاجة تاني في المطبخ برضو اكتبوا لي في الكومونتات وادوني رأيكم وقاد المطبخ بعد ما نظفته طلع عيني بالامانة تاني انا تعبتي في اليوم ديتي مش قادر اقولك كمية التعب اللي انا تعبتي بس النتيجة في الاخر فرحتني وببسطتي جدا وانسيت اي تعب عندي بصراحة ادي المطبخ بعد ما خلصته كل حاجة بتلمع ودي جمال وحلاوة مطبخ ام وفيلو يا رب يكون فديهاتي بتعجبكم ويكونوا بتطبصوا فعلا من الروتينات اللي انا بعمله وتكوني انت بتشجع من الفديهات اللي انا بعمله لان بجد لو كانت فديهاتي بتشجعك وبتحبيها فعلا جوموا كده واتشجعوا يلا جوموا واعمل المطبخ بتاعك عشان العيد او عشان رأس السنة ايامكم بكلها يجعلها كلها اعياد وفرح وسعادة يا رب التربهات دي كلها تغسلت التلاجات تغسلت البوتجاز الحطان كل حاجة هنا ببقت معايا حتة من اللزق انا حطيتها ورا البوتجاز بصراحة انا ملزقتهاش كله انا لزاكت داير ميدور اثنين سنطي بس من اللزق وسبتي بقى الورقة مغير ما انا افك اللزق بتاحي عشان لما اجي اطلحها وكون عايزة استغنع عنه تطلع معايا بكل سهولي طبعا الرول بتاع اللزق دي بامانة طبعا هو خمسة متر حابة انت جي بيه بالمتر هاي الديكاي عاز تشتري الرول كله على بعض واشتريه انا اشتريت لفة كاملة على بعضي وعملتي مني وهاشتري لفة تاني برضو عشان عازي يكمل الجزء اللوارة البوتجاز كله عشان يعديني منظر كده حلو في المطبخ على فكرة لو انتوا عاوزين الحتة اللوارة المطبخ الورر البوتجاز اكتبولي في الكومنتات وانا هاشيلي لو كان شكلها مش حلو لا جزء دي لو حابيني ان انا اعمل حاجة تاني فيه اللي هو الجزء اللي عند المطبخ برضو اكتبولي وقلولي هتقول لي محطاش دكورات محطاش لي حاجة على الرخام انا بصراحة بحب اصيب الرخامة كده فاضي عشان لما اجي اصور عليها واعمل اكلة واعمل وصفة تبقى سهلة علي في الرص بتاعها وتبقى شكلها حل هنا المطبخ طبعا انا مسحت دولاب المطبخ دولاب المطابخ الالوينتان بتتمسح بكل سهولة ولا بيبقى عليها دهون ولا بيبقى عليها لازق ولا بيبقى عليها اي حاجة بامانة بتنضف بكل سهولة خير في المطابخ الخشب انا عندي المطبخ الخشب وعند المطابخ الالوينتان فجربت دي وجربت دي بكده احنا كنا عملنا روتنات العيد وبدأنا معاكم سلسل التنظيفات العيد باقي المطبخ ان شاء الله على خير بقى الحمام الحمام إن شاء الله في آخر يوم في الأسبوع هبقى هعمل الحمام طبعا انتظروني بمخبوزات العيد وإذي الفيديوهات ياربكم بتعجبكم تنسوا ليش كده في اللايك وشير وتفعلوا لي زر القرص عشان يوصلكم مني كل جديد يا أجمل وأحلى متابعين